ماذا حدث في سيدي بوزيد اليوم سيد الوزير؟ سيدي بوزيد سيدي بوزيد في رأيينا شخصي ولو انا اتفاجأت بالحدث منذ قليل ربما اعتبر حلقة من حلقات الرامية من بعض الاشخاص تقول اشخاص مندسين تقول اشخاص من حزب الحاكم السابقة تقول ربما اطراف خارجية نحن اذن باجراء الابحاث والتحقات اللازمة ولم نتبين بعض الوضعية في سيدي بوزيد وقع ايقاف شخصين واحد منهم كان يشوش في المنطقة واثار البلبلة لامر التطلب بايقافه والشخص الثاني اعتداء على والديه وفي احد سكر وقع احاعته بالاجل الاعتداء بالانف وعقوق الوالدين واحتفظ بهم في غرفة الاحتفاظ بمركز الامن الوطني بسيدي بوزيد الى احد الان امور عادية الى احد الان امور عادية وعادية جدا يقولوا الاعلام حصل من قبل الحرس الوطني مش بالامن العادة كيترتكب جرائم ايا كان نوعها سواء اذا كان منطقة ريفية الحرس واذا كان منطقة بلدية حضارية الامن الخبر جان من منطقة الحرس كتنقلوا السمو والوغاية اللي فما دخان فما حريقة في مركز الامن مش هوا وجدوا عاون واحد خلو ما انا لا علم لي بالموضوع الوقاية بكل دقة حسب المعلومات تلقيناها من الامن خلو ما اعرف فبليش بالموضوع وما فما حتى انسان يوجد من القطاع الامني بالمركز والحال كان فيه معنا موظفي الامنيين والاعوان كل موجودين خلو انسان محروق ميت خلو اذيرو حرق روح وثاني كيف كيف زده محترق وصمي المستشوى توفى بحاجة توفى وزد من الناس بالحرق سيد الوزير موقفين المعقول موقفين سيد الوزير حاجة عادية اليو حدث يعتبر غير عادي لا لا معناها كيفيز خلقنا للحدث هذا الغير عادي معقول انه موقفين يكون عندهم الماتيريال النساس كسوى دخاء وقيدة ولا كذا اللي بشعر قبار السؤال اثرته انتي اثرته انا شخصيا لا يعقل باي حال من الاحوال انه ايه معنا انسان يكون عنده كيف يقول الوحد الوقيدة والليسانس ولا ما عارش باش تمت عملية في حجرة ايقاف خاصة ان الحجرة ايقاف خاصة انت في المحاكم في المراكز عادة ان بالتالي معنا فهم امكانية متع تهوية كبيرة وفهم امكانية متع خرج دخان دون الوصول الى معنا حد سيكون كربونيزي بالنسبة لي انا معنا فهم العديد من نقاط التفاهم الكبيرة لكن هالحرق عملية الحرق هذية عملية الحرق هذية سيد وزير كانت من باب الاحتجاج معناها ولا مازالت التحقيقات مفتوحة لا حلقة هذي عملية الحرق بالاحتجاج لحد هنا كنت معناش بعده بالدقيق عملية اجراء الجريمة هذية الوقعت ربما موجهة للنظام ربما بالنسبة لي انا بحسب مقاربتي الشخصية الجريمة هذية ما تكون كان في اطار عملية انا في الحصة الاخرى في قناة حنبعد قلنا ربما مؤامرة مدبرة موجودة لم نصل بعد الى حد الكشف عن خيوتها ربما في اطار هذا التمشي ممكن تكون محبوكة العملية ربما حتى الاعوال الموجودين ويرت ربما ربما يكونوا مواطنين مدسين والاطراف خارجية والداخلية ربما ما تنبس لباس الاعوال وتقامت بالعملية تقول لي لماذا تقول لك لباس البلبلة والهلاعة والفوضى الامر الذي يطلب من مواطن تونسيين وهذه غاية ولا يحبوا الشفافية والاعلامة هذه صحيحة موجودة تبقى المواطن التونسي ربما تكون الوبور خاتيرة ياسر وكان مش في الاطار الامني الاطار الامني فهم برشة اشكاليات المواطن التونسي يتحمل مسؤولية ويكون في مستوى الحدث لتطويق هذه العمليات اللي هي الغاية السير تاحة كالك سوى سير كنتانس تخريبية معناه وغايتها مش قلب النظام بث الرعب والفوضى في البلاد والله ويعلم انعم سي لا كنت ريفوليسيون ستانمان ماذا انتقل بسوى المتاعي علش او بني قطلتي من ناحية الاحتياطات الامنية نحنا انسى كي يودع بالحجرة ايقاف بالجيول يفرق سوى حتى الصباح والواحد بسفتة زبا كل شيء معناه مايقلش مجتم معمليه بالحجمه هذك معناه حجرة ايقاف يقع حراقه الدخان معناه البراع الناس معناه متفتنين بالشارع وعمل امن غير موجودين والله امرهم غريب سيدي الوزير بسنا نطلق من الحادث اللي صارت في سيدي بوزيد اليوم ننتظره مع النتائج بسيكس فعالية التحقيق